لا يعرف إن كانوا على قيد الحياة أم هم من الأموات هكذا حال 7663 شخصا صنفوا تحت خانة المغيبين قصرا وثبت وجود 652 منهم في السجون والمعتقلات الحكومية هذه الإحصائية صدرت عن مفوضية حقوق الإنسان للأعوام 2017 و2018 و2019 فقط ولا تشمل الأشخاص الذين اختفوا قبل هذه السنوات خصوصا سنتي العنف الطائفي 2006 و2007 أيام نور المالكي وما تلاها ثم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم الدولة على عدد من مدن العراقية أو على يد مختلف الميليشيات والأحزاب إبان تلك الفترة ولا تشمل كذلك محافظة كردستان العراق المنظمات الحقوقية والإنسانية في أكثر من تقرير لها أكدت أن ما يزيد تعقيدات ملف المغيبين قصرا هو تعمد الجهات الحكومية المعنية عدم تقديم أي معلومات قد تساعد في الوصول إلى حقيقة أماكن وجودهم وما زالت العائلات المنكوبة بغياب أبنائها تنتظر أملا في عودتهم ولو عدنا بالزمن إلى الوراء لوجدنا أن ملف المخفيين قصرا أو المفقودين في العراق كان وسيظل من أبرز الملفات التي خلفتها فترة الاحتلال الأمريكي للبلاد وما رافق هذا الملف من موجات نزوح وصفت بالأكبر في تاريخ العراق فمنذ عام 2003 شهدت البلاد تزايدا طرديا في أعداد المفقودين بسبب انتشار الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران والحكومات المتعاقبة التي مارست أبشع عمليات القتل والتهجير والخطف على الهوية الأمر الذي اضطر الكثير من العراقيين إلى النزوح من مناطقهم إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمان المفقود وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووش كشفت عن وجود مئات الآلاف من المفقودين بالعراق كثير منهم اختفوا قصريا بعد أن اعتقلتهم ميليشيات في إطار ما يسمى بمحاربة الإرهاب بين عامي 2014 و2017 مدينة الموصل كان لها النصيب الأكبر من المفقودين من جراء ما شهدته المدينة من معارك عنيفة منذ عام 2014 وما تلاها من أحداث طائفية حيث يبلغ عددهم أكثر من 11 ألفا قضاء جرف الصخر شمالي بابل من المناطق المنكوبة بالاستهداف الإيراني والميليشياوي والذي لم يتمكن معظم سكانه حتى وقتنا هذا من العودة إليه حيث لا يزال مصير أكثر من 2500 شخص من أبنائه مغيبين ومخفيين ولا يختلف الحال بالنسبة لمدن محافظة الأنبار فهناك عداد كبير من الأشخاص ممن تجهل عائلاتهم ما آل إليه مصيرهم ولا تقتصر القائمة على هذه المناطق إنما تطول خاصة في المدن التي تم استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة بموازات التغييب القصري لا بد أن تبرز أزمة النزوح المرافقة لعمليات التهجير والتغيير الديمغرافي الذي تنتهجه حكومات ما بعد الاحتلال بشكل نمطي موسع ومستمر ولعل ما يجري حاليا في مناطق حزام بغداد خاصة في قضاء الطارمية من الشواهد المثلة على ذلك وفي آخر إحصائيات صادرة عن كردستان العراق أعلن عن نزوح نحو ستة آلاف شخص من محافظات عراقية مختلفة إلى مخيمات كردستان العراق بينهم نحو ثلاثمائة عائلة نزحت عكسيا خلال الفترة القليلة الماضية بسبب ترد الأوضاع الأمنية في مناطقها المغيبون قصرا والمهجرون والنازحون عكسيا وغيرها من المصطلحات في خانة هذه التصنيفات وضع العراقيون رغما عنهم وكمحصلة لواقع أبتلي به العراق بعد عام 2003 وفرضه حكم ساسة باع وطنهم وضمائرهم من أجل ولاءات خارجية ومذهبية